نبقى في الشأن اللبناني التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تعلق مجددا بعدما تقدم رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب بدعوة قضائية ضد الدولة اللبنانية وكان من المفترض أن يحضر دياب جلسة استجواب في هذا الشأن توقف التحقيق ليس الأول ولكن المسار القضائي لم يعرقل حتى الساعة فأي عقبات أمام قاد التحقيق طارق البيطار أجواء ومسار التحقيقات في لبنان نستعرضها في هذه الفقرة من غرفة الأخبار معك كارولينا نصار مساء الخير كارولينا مرة أخرى سلسلة من الدعاوة التي تقام ومن شأنها عرقلت هذا التحقيق الذي يقوم به القاضي بيطار سنور مهند البعض يقول أن كل هذه الطرق القانونية هي لعرقلة التحقيق هو كف يد القاضي بيطار والبعض يعتبر أنه لإلغاء التحقيق أمته وأنت تعلم هناك العديد من الموضع القانونية وأيضا السياسية التي تدخل على كل تفاصيل هذا الملف على أي حال سنستعرض كم مرة تعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مرات عدة بعد أكثر من عام تقريبا على الحادثة الأمر الذي يحول دون تقديم أي شخص إلى المحكمة فماذا في مساراته؟ علق المحقق العدلي طارق البيطار جلسة الاستماع لرئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب بعد رفع الأخير دعوة ضد الدولة اللبنانية على خلفية الإدعاء عليه في قضية تفجير المرفأ في الثاني عشر من الشهر الجاري علق التحقيق مؤقتا للمرة الثالثة بعد تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار دعوة طلب رده في القضية والمرفوعة ضده من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي سعيتر الشهر الماضي علق التحقيق للمرة الثانية إثر شكاوى قضائية تشكك في حياد المحقق العدلي من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق الذي كان مع تيار أو تابعا لتيار المستقبل نهاد المشنوق في ديسمبر الماضي علق المحقق العدلي وقتها فادي صوان علقت تحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر بشكوى يطلبان فيها بنقل القضية إلى قاد آخر لاتهام القادة صوان بخرق الدستور إلى جانب التعليق يواجه التحقيق عرقي العدة أبرزها الضغوط السياسية من الحكومة والأحزاب بالإضافة إلى الحملة الإعلامية الممنهجة التي تسعى لتشويه صورة القاضي بيطار ورفض منح الإذن لملاحقة معظم المسؤولين العسكريين من مختلف الأجهزة يواجه القضاء اللبناني في قضية التحقيق في مرفأ أو في تفجير مرفأ بيروت اختبارا حقيقيا لحياده واستقلاليته ويبدو أن الفرقاء السياسيين يتفقون على إفشال القضاء في هذا الاختبار مهند كما ذكرنا أكثر من سنة على تفجير مرفأ بيروت وتقريبا كل الحجج استخدمت من قبل من تم استدعاؤهم من قبل القاضي بيطار لاستجوابهم يعني هنا البعض يتساءل أنه بما أن القضية لا تزال في طور يعني الاستجواب لسنا أمام قرار اتهامي ولا أي شيء لكن عدم ذهاب المسؤولين أو الوزراء السابقين لهذه أو تلبية هذه الجلسات والاستجابة لقرارات القاضي العدلي أيضا تطرح العديد من علامات الاستفهام ما مصير هذا التحقيق والبعض يقول أنه لم يحصل ذلك على مر التاريخ في لبنان أن تمكن قاضي فعلا من التوصل إلى حقيقة في كل الأحداث التي حصلت في لبنان هذا على الرغم من أنه أصدر مذكرات جلب وأحضار بحق بعض هؤلاء المسؤولين ولكن هذه المذكرات لم تنفذ واضح أن هناك مساعي لعرقلة هذا التحقيق في أقل تقدير كارولينا أو ربما كما إشارتي إلى وقف التحقيق برمته البعض يتوقع إما أن يتنازل هذا القاضي بعد كل هذه العراقيل ويتخلى عن منصبه أو أن يكون هناك قاضي بمواصفات أخرى قد تأتي به الطبقة الحاكمة لاستئناف هذه التحقيقات على كل حال سننتظر لنا رأيك شكرا جزيلا لك شكرا مهند